العضلات والأنسجة الحية التي يمر بها دم مؤكسد أكثر تلتائم بسرعة أكبر هذا هو ببساطة مفهوم المساج بالعلاج الطبيعي فالمساج هو مجرد طريقة لزيادة تدفق الدم المحمل بالأكسجين والمغذيات للمنطقة المطلوب علاجها وبالتالي إخراج فضلات الالتهاب المتراكمة بها لتسريع شفاءها وتخفيف الألم والالتهاب السلام عليكم أنا الدكتور فارس عرب وفي هذه الحلقة شرح عملي لطريقة مساج علاجي ذاتي للرقبة أو العنق ولا يستغرق أكثر من عشرة دقائق ولكن قبل ما أبدأ بحب ذكركم بمسابقة قناة سكون ميد كل أسبوع من شهر شوال مركز سكون حيزحب اسم فائز بجهاز تحفيز العصاب الكهربائي تنس من قائمة المشتركين في قناة اليوتيوب والإنستغرام لذلك إذا بعدك ما اشتركت بالقناة الاشتراك مجاني ونادي للأهل والأصحاب يشتركوا بقناة سكون لتدخل بالسحب وتعزز فرصة ربحك معنا وأعطيها الفيديو لايك لترغب بالمزيد من هذه الهدايا وهذا المحتوى ويلا نبدأ لعمل مساج علاجي ناجح ومريح للرقبة يجب أن يمر بخمس خطوات هشرحها بالتفصيل وياريت تطبقها معي الآن اجلس على كرسي مريح واسند أسفل الظهر وحافظ على تحركاتك بطيئة وسليسة ويلا بينا الخطوة الأولى تسمى تربيزيوس باتريساج دعك عضلات الكتف العضلة المثلثة أو تربيزيوس المشتركة بين الكتف والرقبة هي أول عضلة تتشنج مع الاستخدام المستمر لها الطريقة الصحيحة لتطبيق تقنية تربيزيوس باتريساج كالتالي أولا أرخي العضلة بحان الرأس باتجاه الكتف ولف الرأس للاتجاه المعاكس بهذه الطريقة ستجد أنه بإمكانك امساك كتلة العضلة بيدك قم بدعك وعجن هذه الكتلة بين الأصابع وراحة اليد على طول الكتف لمدة دقيقتين بهذه الطريقة وكرر ذلك للجهة الأخرى هذه الطريقة تحفز الدورة الدموية وتعزز تجديد السوائل أوقف الفيديو هنا وأكمل بعد انتهاء دقيقتين من الدعك لكل كتف الخطوة الثانية إطالة العضلات أو ستريتشز الرقبة تتحرك في ثلاثة محاور مما يمنحها ستة مجالات حركية ويجب إطالة العضلات في جميع هذه المجالات سنبدأ بالمحور الجانبي قم بتثبيت اليد اليسرى بإمساك طرف الكرسي ثم قم إمالة الرأس باتجاه الكتف الأيمن كأنك تحاول لمسه بالإذن توقف عندما تشعر بالشد ولا تغش نفسك برفع الكتف الآن ضع راحة الكف الأيمن على رأسك المائل واضغط برفق للأسفل حتى تشعر بشد مضاعف عن السابق ثم عد للعشرة ثم ارجع إلى وضع البداية وكرر ذلك خمس مرات قبل الانتقال للجانب الأيسر وأوقف الفيديو هنا حتى تنتهي ثانيا محور الأمام والخلف عد لوضع الاستقامة الآن أنزل رأسك تجاه الصدر حتى تشعر بشد خلف الرقبة وعد للعشرة ثم استرخي ورفع رأسك ببطء واستمر بالرفع حتى تصل قاعدة الرأس للظهر وعد للعشرة ثم ارجع لوضع البداية وكرر ذلك خمس مرات أوقف الفيديو هنا حتى تنتهي ثالثا محور الدوران من وضع الاستقامة لف الذراعين خلف مسند الكرسي لتثبيت الجذع ثم قم بإدارة الرأس ببطء إلى اليمين حتى تشعر بشد في جانب الرقب والكتف وعد العشرة ثم قم بإدارة الرأس ببطء للجانب الأيسر بهذه الطريقة وكرر ذلك خمس مرات أوقف الفيديو هنا حتى تنتهي الخطوة الثالثة Deep Friction Massage تدليك باحتكاك عميق الغرض من تدليك الاحتكاك العميق هو الحفاظ على حركة وانزلاق الياف الأنسجة الرخوة من الأربطة والأوتار والعضلات ومنع تكون الندوب أو الالتصاقات ويجب تطبيقه بشكل دائري على الأنسجة بعكس التدليك السطحي الذي يكون طولي الاتجاه موازيا للأوعية سنقوم باستخدام هذه التقنية على عضلات الفقرات العميقة في منتصف الرقبة من الخلف استشعر العضيمات الناتئة لفقرات الرقبة منطقة التدليك هي العضلات على جانبي هذه العضيمات سنبدأ بتدليك الاحتكاك العميق من الأعلى نزولا للأسفل اضغط بأصابعك بعمق على العضلات وحركها برفق خمس حركات دائرية صغيرة ثم انزل قليلا للأسفل وكرر ذلك لتغطي كامل الرقبة بهذه الطريقة قد تشعر بألم أثناء الضغط على هذه المنطقة لا تقلق سيزول بعد الراحة أوقف الفيديو هنا حتى تنتهي الخطوة الرابعة تحريك مفاصل الفقرات يؤدي تحريك المفاصل يدويا إلى تقليل الألم والتصلب والتوتر الناتج عن شد العضلات المحيطة بالمفصل بنفس الحركة السابقة استشعر العضم الناتئة الأخيرة من فقرات الرقبة وابتعد عنها للخارج بطول عقلة أصبع اضغط الأسفل وحرك معها الرأس بالاتجاه المعاكس بهذه الطريقة اضغط الأسفل وحرك معها الرأس بالاتجاه المعاكس واستمر على طول الفقرات وكرر نفس الشيء للجهة الأخرى أيضا قد تشعر بألم أثناء الضغط على هذه المنطقة لا تقلق سيزول بعد الراحة أوقف الفيديو هنا حتى تنتهي الخطوة الخامسة نيك سيركل دوران الرأس أخيرا نختم جلسة المساج بتحريك الرأس بشكل دائري في جميع الاتجاهات خمس مرات بالاتجاهين الأول مع عقارب الساعة والثاني عكس عقارب الساعة بهذه الطريقة وبهذا تنتهي جلسة المساج الذاتي بكل تأكيد هتشوف نتائج سريعة ومذهلة للغاية بعد المساج هتشعر براحة وتحسن الحركة الذي يخفف الألم بشكل طبيعي وبالتالي تقليل الاعتماد على مسكنات الألم لهنا خلص كلامي لهذه الحلقة ياريت تكتب لي تجربتك مع المساج بالتعليقات تابعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك والانستغرام معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن نروحك تسكن فيه